اشتركوا في القناة ورسوخا في عهد القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة واخيه حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظهم الله ورعاهما وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وافاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة بالاضافة الى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جهته اكد دولة رئيس مجلس العيان بالمملكة الاردودية الهاشمية دعم المجلس ومساندته لمملكة البحرين الشقيقة مشيدا بما حققته البحرين من انجازات في مسيرتها الديمقراطية ومشروعها الاصلاحي الشامل ترجمة نانسي قنقر